احنا هنتقابل مع ناس او هنبقى معزومين عند ناس ما نعرفهمش ونعرفش ازواقهم اين فساعتها بجيب يا اما ورد يا اما شوكولاتة حاجة رسمي خالص شكل التعارف في العزومات يعني انا نهاردة لما بروح عزومة بصرف النظر عن ان هما لو ناس قريبين او اصحابي او كده دول ببقى عارفة معظم من الناس اللي موجودة هناك لكن انا ورد ان انا اروح عزومة مثلا كبيرة في رمضان فيها فطار عزومة صحور في كريسماس في اي مناسبة من المناسبات اللي بنتعزم فيها يعني فيها ناس ما عرفهاش هم اصحاب اصحاب البيت او جرانهم او قريبهم شكل التعامل مع الناس اللي ما تعرفيهاش في العزومة يبقى عامل ازاي هل تدخلي تتعرفي وتبقي السوشل بوترفلاي زي ما بيقولوا او البنت الاجتماعية اللذيزة اللي بتقفوا تتكلم مع كل الناس ولا المفروض ان يكون فيه قدر من الحدود اللي احنا حطناها ما بيننا وما بينهم يعني اشرحنا كده برضو فكرة التعارف احنا المفروض ان احنا نمسك العصامة النصر ما نبقاش وغدين جنب لازم نتعرف واول حاجة ان احنا نعملها ان انا بسلم على ضيوف رجالة وستات وبعرفهم باسمي لازم يعرفوا اسمي ومش معقول حاجة اتكلم مع حد وانا معرفش اسمه فلازم اقولهم انا شيرين حرم كذا لو انا جاي بصفتي حرم هشام لو انا كذا انا الكاتبة شيرين الالفي وبعد اتكلم معهم بنفتح مواضيع مش شخصية لازم ابعد عن الاسئلة الشخصية لازم احط حدود في الاول طبعا بتكلم فيه مواضيع ما تصيرش اي جدال او اي نقاش طبعا بنبعد عن السياسة وعن الدين وطبعا يفضل كمان نبعد عن الكورة كمان بنجس النبض حسيسا حسيسا كده لغاية ما نتعرف على بعض ما قدرش اسأل مثلا حد اقوله انت مراتك فين او حديك مش متجوزة لي او ولادك فين اسأل احسن مثلا قصرتك فين اخبار قصرتك ايه الكلامين ده قصرتك معاكي ولا لا طبعا لو في حد سألني سؤال انا مش قادر ارد عليه ساعتها اقوله معلش ما فهمتش السؤال ساعتها هيحس ان السؤال فيه حاجة مش مزبوطة او فيه قدر من الاقتحام لخصوصياتي بالزبط وخاصة ان احنا ما نعرفش بعض قوي هيعبدي للسؤال ساعتها مش هيقدر اعمل نفسي ما سمعتش السؤال ببساط معايش مش فهمه اه